مشاكل بالجملة في العديد من الأحياء السكنية ذات الكثفة السكنية المرتفعة أخطار تقنية في التعديلات وإعادة تقسيم الشقق مع عدم مراعاة شروط السلامة خرق للقوانين وتجاهل للتعليمة المانعة لتلك الأفعال التي تشكل خطرا حقيقيا على حالة السكنات مع مرور الوقت في أي عملية بناء تمت معناه بها مخططات بها رخصة بها مراقبة وبها من المفروض مطابقة وبالتالي أي عملية تعديل تجي من بعد إلا كانت صغراء تحتاج إلى رخصة أشغال صغراء وإلا كانت كبراء تحتاج إلى رخصة أشغال كبراء اشتراط المهندس المدني نقطة لا تناقش والمتابعة والمراقبة والمعاينة هذا أمر لا بد منه لكي لا تتمش جرائم وكي لا نخسر عماراتنا وكي لا نخسر أنفسه عدم احترام تصميمة الهندس المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المختصة داخل المنازل إضافة إلى تعديلات المحلات المتواجدة تحت العمارات والتي هي أسس البناء رغم المنع من هذه التجوزات التي يتعرض صاحبها إلى متابعات قضائية وعقوبات صارمة هذا الأشغال وهذه التعديلات يجب أن تتم بمرافقة متخصص سواء مهندس مدني أو مهندس معمالي لكن في التعديلات تعالى الأعمدة أو تعالى الحديد نتكلم عن المهندس المدني وبالتالي المسؤول على أمانة أمان سيكوريتي أمان هذه البنايات هي الهيئة المحلية ويجب أن تشترط لكل واحد أنه يقدم ملف لهذا الأشغال رغم الجهود المقدمة من الدولة لبناء سكنات تلق بكرامة المواطن إلا أن الخلقات في إعادة تهيئة الشقق والمحلات يشكل خطرا حقيقيا وقنابل موقوت وسط الأحياء العمرانية ما يعجل بسلطة العليا إلى الضرب بيد من حديد ومعاقبة المخالفين للقانون